وفي عودة إلى تطورات الأوضاع الأمنية في المقدادية ينضم إلينا عبر سكايب محافظ ديالة مثنى التميمي سيد مثنى أرحب بك معنا إلى هذه النشرة يعني بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المقدادية هل تم احتواء الوضع أن التوتر مازال مستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى مشاهدي قناة الحر الكرام حقيقة الوضع الأمني في محافظة ديالة وحالة حال بقية المحافظات التي تم سيطرة داعش عليها سابقا الوضع الآن بشكل مختصر في قضاء المقدادية ووضع مسيطر عليه بعد أن تم نشر القطعات بشكل جيد وعادة انتشار هذه القطعات والسيطرة على مداخل ومخارج المدينة من كل الالتجاهات الشخصيات الأمنية التي بعثها القادة العام للقوات المسلح السيد رئيس الوزراء إلى قضاء المقدادية الاهتمام الكبير من قبل الأهالي وكل ساعدنا إن شاء الله في أنه آخر 24 ساعة كان الوضع هادئ جدا وتمت السيطرة على كل التفاصيل التي حدثت أثناء الحادث وبعد الحادث أنا أعتقد اليوم قضاء المقدادية قضاء مهم وبحاجة إلى رعاية الحكومة الاتحادية بكل تفاصيل سيد مفنة كانت هناك مخاوف من اندلاع فتنة بعد الأحداث الأخيرة أنت تعلم هذا القضاء يوجد فيه مكونات مختلفة هل عملتم على وقدها؟ حقيقة قضاء المقدادية شهد مرحلتين صعبة المرحلة الأولى كانت تنظيمات القاعدة أيام 2006 و2007 و2008 وبعد ذلك أيضا جزء من هذا القضاء سقط في 2014 تحت تنظيمات داعش الأرهابية وخلف مشاكل تكاد تكون صعبة هذه المشاكل لكنه آخر أربع سنوات حقيقة عم الهدوء والاستقرار في القضاء ولم نشهد أي عملية رهابية أو عملية أثرت على الوضع الأمني في هذا القضاء الأمن مستتب بالأعمال يعني في القضاء تسير بشكل منتظم العلاقات الاجتماعية السلم والمجتمع الجيد هذه الحادثة أراد منها العدو إرباك المشهد في هذا القضاء لأنه قضاء متنوع وقضاء يحمل حساسية كبيرة حتى المجيء القادة ومجيء جزء من القادة السياسين قاطعا هو لتهديئة الأمور وما حدث من انتقاد لموقف الحاج العاملي هو كان متشدد بشكل كبير على حماية وحفظ السلم الأهلي وعدم حدوث ارتدادات قد تسيء إلى السلم الأهلي في قضاء المقدد ولذلك كان موقف موقف وزيارته موقف جيد هدى كثيرا من الأمور القائمة السيد مسلنا أسألك أيضا برئاسة السيد وزير داخلي عفوا أسألك هناك أنباء تحدثت عن عشرات العائلات تنزح نحو بعقوبة كيف يبدو الوضع الآن؟ هل توقف هذا النزوح؟ يعني هو الحقيقة الفوضى التي عمت بعد حادثة الاجرامية للتنظيمات داعش ومخاوف قسم من الأهالي نزحت جزء من هذه العوائل باتجاه مدينة بعقوبة هذا الموضوع موجود صحيح ونحن نعمل جاهدين مع مبعوث اللجان الذي يبعثها السيد رئيس الوزراء على إعادة الوضع على ما هو عليه وتهديئة الأمور ومتابعة هذه العوائل التي رحلت بكل تفاصيل وضعها السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين يومياً تتابع مع المحافظة كحال هذه العوائل احنا بدورنا الحمد لله واشكر قلت لك آخر يومين من بعد الحادثة تم السيطرة على هذه المناطق والقرى وارتأمين الوضع الأمن لهذه القرى بشكل تفصيلي عادت هذه العوائل أو حتى قسم منها الآن سيد مفنة؟ هي فقط عوائل نهر الإمام لم تعود عوائل نهر الإمام لم تعود لكنه كل ما صار حديث بالإعلام قراش وكريم والحروب وغيرها قطعاً لم تغادر هذه المناطق أي عائلة فقط تمت مغادرة عوائل قرية نهر الإمام المحادية لموقع الحادث وإن شاء الله لدينا إمكانية ولدينا همة إن شاء الله مع الحكومة الاتحادية هل هناك مخاوف في نهر الإمام تمنع هذه العائلات من العودة؟ ألم تكفيها التطمينات التي بعثتمها إليهم؟ طبعاً نحن نعمل يومياً يوم غداً إن شاء الله لجنة أيضاً مبعوثة من سيد القادة عام قوات المسلحة نعمل على إيجاد كل السبل من أجل تهديئة الوضع في هذه المنطقة وحث الناس على التعايش والسلمين دور العشائر كان دور كبير حضور الجميع لمجلس عزاء الشهداء من قرية الرشاد من كل طواعف القضاء هو أيضاً كان رسالة مطمئنة للجميع بأنه قطعاً القضاء لا ينزلق باتجاه أي مشاكل طائفية لا سامح الله نحن موجودين كدورنا إدارة محافظة عملنا كل وقتنا من أجل أنه نبعد القضاء وكيف تسير أليات توزيع المنح التي أمر بها مصطفى الكاظمي للعائلات النازحة المتضررة؟ نعم السيدة وزيرة الهجرة يومياً كما أسلفت تتابع مع إدارة المحافظة ومع مكتب المهجرين في محافظة تديالة وتم توزيع أغلب المبالغ ومتابعة حالة وضحهم اليومي بشكل تفصيلي إضافة إلى أن أهالي المناطق كانوا حقيقة كراماً ومتفضلين أنه عملوا ومسحهم من أجل استيعاب هذه العوائل وتقديم كل التسهيلات نحن حقيقة نأسف لما أصاب هذه المناطق من وقوع هكذا مشاكل لكنه بالتأكيد أدنى إمكانية مثل ما أتلفت أنه رتب الوضع هذه المناطق اليوم تعرض عدد من عناصر داعش استهدفوا كاميرات حرارية في ناحية قراتبة شمال المحافظة من يتحمل مسؤولية هذا الهجوم؟ يعني بالتأكيد اليوم تركيز تنظيمات داعش على محافظة تديالة هو ليس من فراغ أولاً المحافظة بها تنوع طائفي وتنوع قاومي ثانياً أنا أعتقد أنه توجد أجندة وراء هذه الهجمات بهذا التوقيت بهذا الوضع السياسي من المستفيد؟ من المستفيد؟ يعني قطعاً إحنا المتضررين كمحافظة نحن المتضررين لأنه إحنا كمحافظة حملنا الوحيد كيفية أن المحافظة يبتعد عنها الشار وأن تتعايش كل القبال والعشار والمكونات في المحافظة بالسلم وأن يكون السلم الأهلي هو في مقدمة اهتمامنا وأيضاً إحنا أملنا الوحيد أنه كما عملنا سابقاً في ضرب داعش وفي ضرب من يسيء إلى هيبة الدولة أو للقانون نعمل نفس الهمة ونفس الوتيرة على حفاظ أرواح الناس وامتلاكات الناس بنفس القدر وبنفس الاهتمام بمناطق هذه المحافظة العدنية كنت معنا عبر سكايف من ديالة محافظة ديالة مثلنا التميمي ممتنى كثيراً على حضوري كماناً